اشتركوا في القناة 2019 داخل مملكة البحرين بدأت وزارة الصحة في تفعيل عملية الفحص المتنقلة للمواطنين العائدين من ايران خلال شهر فبراير واكدت سعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة ان الوزارة قامت بارسال وحدات متنقلة للفحص مجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة وخاضع لاشراف فريق طبي مختص الى مناطق سكن المواطنين العائدين من ايران والذين تم تحديد مواعيدهم بحسب جدولة الفحص حفاظا على صحتهم وسلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين واشارت الوزيرة الى ان وزارة الصحة تواصل جهودها المخلصة في مكافحة فيروس الكورونا كوفيد 19 استنادا الى ما اكده صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء بان المملكة قوية بتكاتف ابنائها ووحدة صفهم في مواجهة كافة التحديات وافادت وزيرة الصحة بان الوحدات المتنقلة للفحص ستقوم بمعاينة المواطنين في مناطق سكنهم واجراء الفحوصات اللازمة لهم باخذ العينة للتأكد من سلامتهم من الفيروس وأوضحت الوزيرة أنه في حال التأكد من سلامتهم وعدم إصابتهم بالفيروس سيتم إعطائهم كافة التعليمات والإرشادات التوعوية والتأكد عليهم بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية الوقائية المتمثلة في الحجر المنزلي لمدة 14 يوم كما سيتم إعطائهم إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 14 يوما موضحة أنه ستكون هناك متابعة لهم من قبل فريق طبي مختص حفاظا على صحتهم وسلامتهم شكرا